موسيقى السلام عليكم اليوم سيكون موضوعنا عن انخفاض ضغط الدم وعلاج انخفاض ضغط الدم انخفاض ضغط الدم يعتبر منخفض اذا كانت المعدلات اقل من 100 على 60 وهناك انخفاض اما يكون بحالات ناتج عن حالات مرضية او اما يكون ناتج عن حالات فيسيولوجية الحالات المرضية اللي بكون فيها ضغط الدم منخفض بكون عادة حالات نوعا ما خطيرة بكون الانسان على سبيل المثال اصيب باسهال شديد او استفراغ شديد ادى الى حدوث جفاف وانخفاض في ضغط الدم او بعد حدوث نزيف حاد في الجسم مثل نزيف الجهاز الهضمي ممكن يؤدي الى حدوث انخفاض في ضغط الدم من الاسباب المرضية الاخرى انخفاض ضغط الدم هي وجود صدمة قلبية بعد حدوث فرضان جلطة قلبية حادة او ان المريض صار عنده التهاب في الجسم ادى الى تجرثم دموي بنسميه او تسمم بكتيري في الدم ادى الى حدوث انخفاض حاد في ضغط الدم هذه الحالات تكون حالات مراضية حالات خطيرة يجب ان يعالج فيها المريض داخل المستشفى باعطاء العلاجات الوريدية والسواء الوريدية اما بالحالات الفيسيولوجية التي يكون فيها معدلات ضغط الدم اقل من 100 على 60 هنا نتحدث ان كان المريض له اعراض يعاني من اعراض او لا يعاني من اعراض اذا كان المريض لا يعاني من اعراض فلا يجب علاج هذه الحالات اما اذا كان المريض يعاني من اعراض اهمها وجود حدوث الدوخة المتكررة او حالات شديدة من الدوخة كشبه الاغماء فهنا ينصح المريض بتناول كميات كبيرة من السوائل اليومية مع محافظة على معدلات ملح الطعام على الطبيعي أو المرتفعة قليلا